أعطى الرئيس التونسي قيسعيد إشارة بناء ما أسماه جمهورية جديدة ذلك بعد أن كثف مشاورته وعقد اجتماعات مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل ومع اتحاد الصناعة والتجارة ومع حديث عن الجمهورية الجديدة برزت عدة تساؤلات بشأن خصائص هذه الجمهورية وأبرز دعاء ميحا بعد تحركه الأخير الذي حل من خلاله البرلمان المجمد منذ أكثر من ثمانية أشهر تحدث الرئيس التونسي قيسعيد عن الانطلاق في بناء الجمهورية الجديدة ووفق المتابعين للشأن التونسي فإن من أبرز ركائس الجمهورية الجديدة تغيير النظام السياسي وقانون الانتخابات ومرسوم الأحزاب والجمعيات إلى جانب آلية الاقتراع وتشير التوقعات إلى أن رؤية الرئيس التونسي تتمثل في أن يتم الاقتراع على الأفراد كما ترى أحزاب سياسية ومحللون تونسيون أن سعيد يسعى إلى إقامة نظام رئاسي للحكم خاصة بعد أن كشفت هذا التوجه الاستشارة الوطنية التي اعتبرها سعيد ناجحة نتائج الاستشارة كانت بيّنت أن أكثر من 86% من المشاركين يؤيدون إرساء نظام سياسي رئاسي في البلاد عوضا عن النظام البرلماني كما اختار أكثر من 60% تعديل القانون الانتخابي واقترح أكثر من 44% تعديل قانون الأحزاب ومن المتوقع أن يدعو سعيد إلى حوار وطني يهدف إلى بناء الجمهورية الجديدة وينتظر أن لا تتم دعوة حركة النهضة إلى هذا الحوار ينضم إلينا من تونس القيادي في حركة الشعب محمد بوشنيبا سيد محمد مرحبا بك معنا هذا الكثير من الجدال كثير من تساؤلات داخل تونس فيما يتعلق عن أبرز ملامح هذه الجمهورية الجديدة وما الذي يقصده الرئيس قيس عيد بالجمهورية الجديدة في تونس أهلا وسهلا بكي وبالسادة والسيدات المشاهدين في الحقيقة إن كنا سنتحدث عن الجمهورية الجديدة التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية أعتقد من الضروري أن نتحدث عن الوضع التاريخي للسياسة في تونس والوضع الذي يمكن في عجالة أن نذكره في محطات ثلاث الشعب التونسي عاش ثلاث خيبات أمل كبيرة جدا في تاريخه لذلك يأتي الحديث عن الجمهورية الجديدة وهذا سياقه الخيبة الأولى كانت بعيدة الاستقلال عندما خرج بورقيبة للشعب التونسي وقال إنه سفتح عصر جديد والأخر ذلك لكن الشعب التونسي بعد فترة من الزمن إذن وجد أن الأمر لم يتغير أو على الأقل لم يتغير بالشكل الذي كان يأمله ولا أدل على ذلك من الانتفاضات الكبيرة التي شهدتها تونس في 76 في ما يسمى بالخميس الأسود وكذلك في 84 نفس الشيء أو النكسة الثانية أو الخيبة الثانية بعد إذن حكم بن علي إذن الخيبة الثانية كانت في عهد بن علي عندما خرج وفي بيان معروف المسمى ببيان 7 نوفمبر 7 نوفمبر 87 عندما قال للشعب التونسي هذا عهد جديد وهذا إذن زمن سنغير فيه الكثير من المسائل في مستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولكن ما فتأت الأحداث أن تكشفت عن حقيقة مرة لشعب التونسي وهي أنه قد إذن مني بخيبة أمل كبيرة جدا حيث رأى أن عصابة تحكم البلاد وأن أسرة واحدة تتحكم في كل مقدراتها عندما جاءت الثورة ثورة 14 جام في 17 ديسمبر 17 ديسمبر 2010 14 جام في 2011 إذن كان أوعاد الأمل للشعب التونسي أن يصل إلى هذه الجمهورية الجديدة التي طالما حلم بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر